ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مقر مجلس الوزراء مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز كريم يعني ضعنا في تفاصيل الاجتماع الإسبوعي للحكومة وأبرز الملفات التي تم تناولها نعم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدأ اليوم جولة خاصة بدأها بابتتاح معرض أهل المدارس وهو المعرض الذي يعمل على التخفيف عن كاهل المواطن المصري بتوفير كافة الأدوات المدرسية قبل موسم المدارس المقبل بإذن الله هذا المعرض الذي يضم جميع الأدوات المدرسية من أقلام وكراسات وملابس أيضا خاصة بالمدارس وشونة مدرسية وغيرها بدأت هذه الجولة صباحا ثم انتقل بعد ذلك الدكتور مصطفى مدبولي للدورة الرابعة للنسخة الثامنة للاتحاد الأفريقي وهذه الدورة التي تعتمد في الأساس على التنمية الحضرية واللا مركزية الخاصة بالحكومات المحلية وكان له كلمة خاصة خلال هذه الدورة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن أهمية التنمية المستدامة في هذا المجال خصيصا لتحقيق أجندة التنمية المستدامة أفريقيا عشرين تلاتة وستين وأيضا تفقد معرض أيدي أفريقيا بأيدين أفريقيا وهو أيضا الشبيه لأياد مصرية هذا المعرض للمنتجات التي صنعت خصيصا في أفريقيا وهي أيضا تعد جزء من التكامل المصري إلى أفريقيا ثم بعد ذلك الآن في مجلس الأزراء وهو الاجتماع الأسبوعي وكما ذكرتم بالفعل هناك نقاش يومي واجتماع يومي مع القائم بأعمال المحافظ محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بالحزم الاستثنائية التي أطلقها وجاري العمل عليها أيضا سواء الخاصة بالجمارك أو الإفراج الجمركي عن بعض المستلزمات المتواجدة بالفعل في الموانئة ولكن أيضا خلال الاجتماع كان هناك بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وأيضا وزارة الاتصالات حول التقاضي الافتراضي وهي بالفعل هذه التجربة التي تعمل عليها مصر في ظل المظلة الرئيسية للتحول الرقمي والحوكمة أو هذه المظلة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ فترة ومنذ شهر تقريبا كانت هناك تجربة مبدئية لهذا التقاضي الافتراضي كنوع من أنواع التجارب التي على أساسها تم إطلاق هذه المبادرة وهذا بروتوكول التعاون تم توقيعه اليوم أيضا بجانب كل هذا غلال الاجتماع تم تخصيص بعض القرارات الخاصة في الأراضي مثل بعض الأراضي الخاصة في باني سويف لوضع بعض المشاريع المختلفة في باني سويف وأيضا كما ذكرتم كان هناك نقاش بشكل عام حول الحزم الاسثنائية والإجراءات المختلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين بشكل عام سواء كانت عن طريق مبادرة حياة كريمة أو حتى عن طريق الاتفاقات المختلفة مع المنظمات الدعم الأهلي ومنظمات الأهلية التي تعمل أيضا بالتعاون مع الحكومة على التخفيف عن كاهل المواطنين ربما هذه كانت النقاط الأهم خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصرية كنت معنا من مقر مجلس الوزراء شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل